تشوفك لما بطن فيك من العيوب خير لك من تشوفك لما حجب عنك من الغيوب الإنسان يبحث عن عيوبه فيصحها خير له من أن يبحث عن أسرار الأقدار لأن هذا أمر يعي العاقل لفطن وشهديننا الكرام مستمعنا العزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة مع الله ومع المرحب بضافينا الكريم صاحب الفضيلة لعلم العلامة فضلية الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل انشغال أو بعض الإنسان عن عيوبه يورثه مبقات؟ أحمد الله رب العالمين وسلاة وسلاما على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أسوأ يعني كارثة تحل بمسلم ألا يرى عيوبه الله أكبر هل هناك إنسان لا يرى عيوبه؟ هو إما أنه يتناسى أو يتغابى هو غبي بالفعل هو غبي بالفعل ليه؟ لأنه هو يعلم أن الإنسان خطأ لا والإنسان من أين يعرف عيوبه؟ من عرض نفسه على كتاب الله عز وجل ذم الله طوائف معينة بالقرآن فيازل نفسه هل أنا من هؤلاء؟ وما صفاتهم؟ وما الصفة التي تنطبق معي؟ طب صفات الصالحين الذين مدحوا برب العباد هل تنطبق علي؟ بهذا المنطق يعني الذي يحدد العيب القرآن والصنة بالصنة لا شك بالعصا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم جميل اخلب المعادلة من لم يستعمل مسلمون من لسانه ويده ليس بمسلم صادمة جدا يعني أنا أجلس معك مجلس وتجلس أنت مع فلان وتخرج وأنت غير آمن على عرضك وسرك بالله عليك ما قواعد الإستام عند هذا لا قواعد والمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم إذا كان المال مستباح وإذا كان العرض مستباح وإذا كان الخوض في العراض مستباح فأين تذهبون ليس هناك إيمان هي كده لكن هل يخرج كليات من حضرة الإسلام لا ولا يخرج هم ليس مكتمل الإيمان وليس مكتمل الإسلام كما أن الإنسان يبحث عن جسد المعافى يجب أن يبحث عن قلب المعافى تمام وش معنى يعني لو صعد السلة وجد ضربات قلبه ورحل الطبيب قال له ده النبض وصل 100 والضغط ماصل 150 وإنت هتوض عندنا يومين في المستشفى يجلس ولا لا يجلس يمكت ولا لا يمكت 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 تمام طالما الإمكانات تسمح يمكت عظيم لو أنه عرض نفسه على كتاب الله فوجد أن أديله سنة لم يخشع في ركعة من ركعة الصلاة بالله عليه الشغل يبكي على روحه المفروض من الواجب نعم لكن لا يقول لك يا أخي ربك غفور رحيم إن شاء الله هو الذي يقبل التوبة وفين التوبة اللي أنت عملتها واصلا فين التوبة اللي أنت عملتها نعم قل هلنبئكم بالأخسرين أعماله الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا عبد الله بن المبارك نعم رحمه الله صديقه أبي حنيفة كان ذاهبا للحج نعم فسبحان الله هو كان لك قضية في الحج عجيبة جدا نحن نقصها بس يعني طيب فرح يسلم على أحد أقاربه من رحم أبيه أو رحم أمه فواجد امرأة تأخذ ميتة دجاجة ميتة ملقاه على كوم القمامة فتبعها قال آمت الله ماذا تصنعين قالت أنت تتبع عورات الناس قال لا أسأل ماذا تصنعين بالميتة قالت يتامى عندي ولا أجد ما أطعمهم به يا الله يا الله يا الله قالت بعيني يا الله يا الله تبعت فخرجت لها الجارية وعطتها مال الحج اللي كان رايح به عبد الله بن مبارك فق الأولويات فسر انت برحتك الله الله آثر أن يعطي المرأة عن الحج عمر بن عبد العزيز بقول ما هذا قالوا ستة عشرة ألف درهاب مش عرفوا ليه لكسوة الكعبة قال اطعاموا الأجواف الجائعة خيروا من كسوة الكعبة الله حرمة المؤمن عند الله لو وزناها أعظم من حرمة الكعبة عبد الله بن مبارك لما يطلع مع أهل العراق أحباؤه يقول لهم أنا الذي أنفق يعني أنا الوزير المالية أنا رئيس الحملة هاتوا أموالكم يأخذ 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 يقول لا تشتروا شيئا أنا خراصها يعني ننفقه بعد إن حاسب في الآخر تمام فيجيب الدواب ويطلع على المدينة المنورة قبل ما يسيبوا المدينة بيومين يقول أما طلب أبنائكم وابناتكم شيئا من تحف المدينة وملابسها وثوابها يقولوا الله أنا فلان طب يكتب 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 يروح يشتري وبعدين يوزعها يروح على مكة نفس القضية أنتوا عايزين أشياء من مكة لكم نفس الحكاية وبعدين يبعد قبل ما ينتهي الحج بشوية الواحد يصبغ بيوت الحجيج اللي معاه يتلهم البيوت وينقشها ومشاء الله وبعد ما يرجع بعشرة أيام يجمعهم على وريمة نعم وبعد ما يأكل معهم يخرج من الصندوق ويعطي لكل ما دفعه من مال الله أكبر من جابه الخاص يا الله فإذا كان الإثار الجميل فإذا كان الوليد بن المغيرة زاد الرقب الجاهلية فالإسلام فيه أمثال عبد الله بن المبارك نعم لكن كثير من الناس ربما لا ينظر إلى عيبه وربما لا يعرف أن لديه عيبا أساسا كيف يعلم الإنسان عيوبه هذا أكبر عيب هذا هو العيب الأكبر يعني قارون مثلا لم يعرفوا عيبه لا لا هو نصح قومه لكن لا يعطي أذنه وترهم ينظرون إليك وهم يبصرون ولهذا قل لم يعرف عيبه ولا يريد أن يسبع وعود نفسه وأن يتكبر فلا يسبع النصيحة ولأنت تنصحني ولأنت تنصحني قالوا لمن قال لله وللرسولي وللمؤمنين أدينه النصيحة نعم سبحان الله ده أنا أعرف عيوبي من عدوي كيف عدوه بيصفني بعشر صفات متهمني فيها نعم أكيد فيهم صفاتين ترى تصح هو فيها لكن إذا كان الإنسان صادق النية شوف ما كانش صادق النية ما كانش عايش يمس على الخط ما خلاص ما يروح في له هل فرعون والنمرود وكل الجبابرة اللي كلمنا عنهم القرآن الكريم أفلا يعرفون عيوبهم شوف إما أنه يعرفها ويتغابة أو يتناسى وإما أن الله قد أظلم على قلبي فلا يرى الحق حق وللد دعاء اللهم أرني الحق حقا وارزقنا اتباعه وارني الباطل باطل وارزقنا جدنا بيبزاي تمام كفار بتاع قريش بالغباء جلو إيه اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ها فأمطر علينا حجارة لا إله إلا الله طب إنت تقول طب الدعاء الأفضل هو دي اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهديني إليه يا رب أما تقول لسه سبحان الله وفي نفس الوقت يقول إيه لأن نتبع الهدى معك نتخطف يبا أنت عارفه على هدى وتركه أخرجه على لوطن أبو جهل بصراحة كان رجل وضح المعالم كان عارف عيبه أقول لك أنه وضح المعالم تماما لم يؤمن ليس إعجابا بشخصياته ولم يسلب ذهولا بفكرة من حيثه ماذا يقول تسابقنا نحن وبنوا عبد مناف بنوا أمية وبنوا عبد مناف قبلة النعم يعني كلهم من إيه فاخذ واحد فاخذ واحد نعم تسابقنا نحن وبنوا عبد مناف أطعموا الحجيجة فأطعمنا وكسوا الكعبة فكسونا وأكرموا الحجيجة فأكرمنا وحملوا اللواء فحملنا حرب يعني سبحان الله تمام فلما قالوا منا نبي فأنا لنا أن ندرك هذا الشرف والله لا نؤمن به أبدا يعني عارف عيبه الله يرضى عليك الله يرضى عنك سبحان الله عالم أبو جال أن هذا مطلب لا يتحصل بأمور الدنيا يعني نحمل اللواء نحمل نحمل اللواء نكرم الحجيج نكرم الرفادة نعمل لكله لكن منا نبي لدى الصفابة نعملها إزاي دي نعملها إزاي ما أنت تعملش ما عندوش المصنع ده بل والله لا نؤمن به أبدا إلى هذه الدرجة يكون الجري خلف العيب مهلك لصاحبة وهو إزاي أفرأيت من اتخذ إله هواه هواه وظله الله على علم بعيبه يعني هو يعلم أنه عنده عيب طبعا وظله الله على علم يعني عنده عيبه شوفه ما الذي يمنع الإنسان أن يصلح من عيبه الكبر يا لطير الكبر يعمل واصم الكبر الكبر مكتسب أم جبلي فطري هو عند بعض الناس جبلي ويكبر هو يكبره يثمره سبحان الله ولكن المؤمن يعني يهذب من كبره في أن يعمل نفسه متحانات ومسلا أنا هناقش زوجتي في ولو كانت على حق يجب أن أعلم أنك على حق فأنا على باطل نعم ولو ناقشت ولدي نفس القادرة يعني نفسه امتحانات أولا منه سيدنا عمر ابنته وحناما ناقشت النبي في المدينة بدعوة أن النساء في مكة لم يكن لهم صوت أصلا لا ما تغير عمر لا تغير عمر قال ما كنا نحسبه للنساء عمر في مكة فلما ذهبنا إلى المدينة ورأينا كيف رجال الأنصار يحنون على زوجاتهم فتعلمنا هذا من رجال الأنصار يعني باهتوا عليهم أو يعني يتعلموا منهم سيدنا عمر نفسه كان عرف أنه عنده ابنه شديد آه طبعا طيب ولم يعالجه مثلا لا عالجه خلى القوة والشد اللي عنده دي على أهل الباطل جب جبل ابن الهيهم أمير قاله لا أنت ضربته ولطنته يلطنك قال له تعالى ابن عمر بن العاص ده نسمع القصة خيرا ده نسمع القصة جبل ابن الهيهم أمير النصراني نعم أسلم تمام وجاء إلى الحج فداس أعرابي على إزارة فسقط فنظر له وجده أعرابي هو أمير نعم فلطم الجبلة الأعرابي فهش ما أنفه الله دهب العرابي بالدم في الحج إلى عمر وعمر كان يحج هذا العام كان بعد ما ينتيمس بالحج يسجن ظهره للكعبة نعم والأي مظلمة يا الله على الجمال يا الله على الجمال ديوان الشكايت والمظالب المظالب نعم قال يا أمير المؤمنين هذا الأمير لطمني لما لطبته قال لقد داس على إزارة قال أمير في هذا يعني إلا حصل يحب طبيعي قال أقول لك يا أمير المؤمنين داس بقدمه على إزارة قال أمير يستنكف أن يحدث هذا قال فضربته قال نعم قال واجب عليه أن يلطمك كما لطمت قال أنا أمير هذا سوق الله فعمر قال لقد سوى بينكم الإسلام قال أتنظرني يا أمير المؤمنين أنا ممكن أن أروح بس وارجع جبلة جبلة أمير المؤمنين برضو عايز يعني سدده وقريبه ذهب إلى الشام فارتد قال أنا الدين اللي يسوي بينه وبين الأوباش دول من نفعش هذا علم عيبة نفسه لكنهم بعد أن استشهد عمر عاد جبرة وبكى وعاد إلى الإسلام قال يا ليتني عدت إلى القول الذي قاله أمر ده رجع للحق ده من الناس ده عرف عيبه عرف عيبه وصله واصلح الله أحسنت أحسنت سبحان الله ولذلك طب عمر بن العاص بعمل يبقى عمر بن العاص ابنه سابق واحد مصري قبطي الأخباط اللي هم الجنسية اللي كانت عايشة في مصري قبط مصري فضربة ابن عمر بن العاص القبطي على رأسي لا هلأ تسبقني وأنا ابن الأكرمين أنا ابن الولد بتاع مصر تسبقني ليه؟ ابن فلاح بسيط بتاع أي خلاح كان مسلم ولا غير مسلم أنا ذاك هو رجل قبطي لم يسلم لم يسلم الرجل ذهب إلى المدينة بيقدم شكواه إلى عمر أصدى اللي ظلمه ولمصر يعني في ضربة يعني ابنه الضرب عادي يعني ليه ما ضخم الموضوع يعني مش لها هو لا نعم أطمعه عدل عمر الله بديه يعني لو لا أنه يعرف أن في هذه الدولة عدل لما ذهب إلى عمر أنا منداش من مصر إلى المدينة في المملكة العربية السعودية الآن لضربة ابنه أيها نعم الحق أطمعه عدل عمر فعلا فما كان من عمر إلا أن يرسل كبير اليوران بتاعه نعم رئيس التشريفات محمد بن أبي مسلم كم سنة كان محمد بن أبي مسلم في العشرينات شاب صغير الله ما أجمله نعم قال أتني بعمر وولده لأجل ضربة يا الله نعم قال أأنت ضربت هذا قال نعم قال لما نعم قال أنه سبقني قال ضربه كما ضربك تلعث بالخبط أخذنا إذا بيعملوا يفعك ولا شيء ابن الوالي يعني فأعطاه عمر درته قال ضربه ضربه قال أجلها على صلعة عمر قال أمير المؤمنين أخذت حقي اللي ضربني ضربته قال ما ضربك هذا إلا بسلطان هذا يا عمر ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار صلى الله دخل عمر على رسول الله فأجد الحصيرة قد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فبكى عمر وقال يا رسول الله يعني يعني كسرة وقيسر وهما يعني يرفلان في الحرير والدباج وهما يغفلان بالله وأنت تناموا على حصيرهم وأثروا في جنبك قال أفي شك أنت ابن الخطاب إنها نبوة لملك وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرة ويوم يكون فيها قيسر هل حرم أن نم على أسرة وعلى رحمة؟ يا ابني نم بس يشكر الله إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده بس هو إذا وصل لمستوى المسئولية يوسف أول ما تولى خزائن مصر دخل الخادم بطعم الإفطار قال له نصائم تاني يوم قال له نصائم قال له أنت على خزائن مصر وتصوم كل يوم قال أصوم وأجوع كي لا أنسى الجياح أنا فاضح المسئولية مدية لكن لو أنا ثاري وغني مع عادي مش وغل المسئولية أنا على راحتي هذا لا يأتيه عيب أصلا الله أكبر يسد باب العيوب أول وأول تشوفك أيها لما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك لما حجب عنك من العيوب أنت ليه بتدور على ما غيبة في علم الغيب قديك أنت إصح العيوب الأول تمام والله يعني ما عودك رب العبادة إلا خيرك هل من تربومترا أو من قياسي أعرف به الإنسان وعيبة نفسي أبعا ما هو لا أستطيع أن أعرف عيوبي إلا بميزان الكتاب والسنة وخلق رسول الله أنا مثلا رفعت صوتي على زوجتي لا مثلا أرجع لنفسي وليه لو كان الرسول ما كان كان نعمل نفس العمل لا لكن الرسول عليه الصلاة والصلاة لما قدوة أمالها لا أدبه رقب لا لقد كان لكم في رسول الله أسبة حسن ها حرامة لا هو ميزاني طب لو لو أنا مثلا واحد آذاني من أهلي طيب أعمل معه اللي عمله أبو بكر مع مصطح هو كيف تمام أنا عايزي يعني في دقيقة نعم أسماء فقط أبرز عيوب النفس التي تورد صاحبها التهلكة قلت فيها لطيف وكيف يتجنبها أول حاجة الكبر تمام فلا يقبل الحق ويريد أن يفرض رأيه على الناس ويريد أن يقول فرعونيا نزع ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاة وعلاجه الكبر علاجه الكبر إياك نعبد وعلى عم بالله الثاني الثاني العجب ما هو العجب؟ يعجب بقى أنا أصلي أنا أصوم أنا أحج أنا أعتمر أنا أتصدق سبحانه يقول لا أنا علاجه الخوف الخوف اللي يقبل اللي يقبل العمل دا كله تمام وقدمنا إلى ما عاملوا من عمل فجعلناها بقى المنطوع ثم الرياء أحب أن يراني الناس صالحاً يراني الناس متصدقاً يراني منفقاً علاجه صدقة السر صدقة السر لا سبحان الله ولا أعلم لزوجتي والعيالي ولا غيره العجب العجب والكبر والرياء والرياء دون أكبر العيوب الموجودة في القلب أما الحسد والحفظ نعم فكارثة كبرى في عجالة كيف يقضي عليه؟ الحسد سبحان الله أن الذي أعطى هذا قادر أنا أن يعطيني وأكثر فلي أحسده بس نعم بالله بس 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 أو مصح أو عالم أو أب أو خال أو عم أو أم نصيحة معينة لا تتكبروا في قبولها ولا عن قبولها ولكن اقبلوها فلعل فيها هداية الله سبحانه وتعالى فاللهم أهلنا في من هديك يا رب العالمين شكرا أفضلتك على هذا الأمر وفيك الله سيد الكريم إذا رمت أمتحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صينه لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألصنه وعينك إن أبدت إليك معيبا فصنها وقل يا عين للناس أعينه وعاشر بمعروف وسامح من اعتاده وفارق ولكن بالتي هي أحسنه أشكر حضرتكم وباسمكم الجميع أشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العلم الأعلمة فضرت الشيخ الأسان الدكتور أعلم عبد الكافي وحتى يضمن لقاء جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته 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 وعسى الله سيدك وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة